ترجمة نانسي قنقر على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة وبمشاركة أربعمائة لاعب من مختلف الفئات اختتمت بطولة سوبر تالنت البحرين الخيرية بنسختها الأولى بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية المسمى دي سلام كلها عطا زخم كبير حقد البطولة وعطت سلام كلها انطباعا لأننا عندنا مواهب والألعاب اللي صارت اليوم دليل على أن البحرين تسخر بالمواهب سلام كلها تحتاج بس من يسخلها وتعتبر بطولة سوبر تالنت هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي وتهدف إلى إشراك شريحة من أبناء الشهداء والأيتام ومرضى السرطان ضمن مبادرة ابتسامة في تجمع رياضي بروح تنافسية اللعبة هي لعبة ردة فعل قوية لازم اللي يلعبها عند ردة فعل واللي ميزني في اللعبة ردة فعل والسرعة هي كانت أفضل بطولة بالنسبة لي لأن ذاك لعبنا واستانسنا وكتشفنا أصدقاء جديدين على مستوى التنظيم خطفت سوبر تالنت الأضواء بتميزها تنظيميا منذ انطلاقتها في الأول من سبتمبر حتى الختام كانت من أنجح البطولات على مستوى الفئات والمدارس تقريبا العدد فاق 400 مشارك تقريبا قدرنا الحمد لله بتوفيق من الله ومساعدة المنظمين واللجنة المنظمة أننا نفوز أكبر عدد ممكن مثل ما نقول من السوبر تالنت في البحرين وبالعكس أتمنى أن لكل استفاد يعني ما توقع فيه أحد ما فوز للأمان لأن الألعاب كانت جدا شيقة وحلوة وممتعة وللأمان أول مرة نشوفها في مملكة البحرين إذن أثبتت مملكة البحرين مجددا قدرتها على التميز في كل استضافة الجدير بالذكر أن مملكة البحرين هي الانطلاق لسلسلة محطات في الوطن العربي اطلع وفد لجنة التنفيذية لدورة الألعاب الرياضية المدرسية البحرين 2024 على تجربة البرازيل في استضافة دورة الألعاب المدرسية الوفد البحريني أجرى جولة تفقدية للمنشآت والمرافق الرياضية التي احتضنت دورة الألعاب الرياضية المدرسية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية كما عقد أعضاء الوفد عدة لقاءات مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية والاتحاد البرازيلي للمدارس إلى جانب اللجان العاملة والوفود المدرسية المشاركة في هذه الدورة هذا وتستعد مملكة البحرين لاستضافة أكبر دورة للألعاب الرياضية المدرسية عبر التاريخ العام المقبل إذ ستشمل الدورة على مشاركة أكثر من خمسة آلاف طالب من ثمانين دولة مختلفة تنافسون في خمس وعشرين لعبة رياضية وللحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم معنا في الاستيديو السيد إسحاق عبدالله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية 2024 في البحرين سيد إسحاق مساء الخير وأهلا بك مساء الخير أخوي توفيق مشكورين على هذه الاستضافة والمسي على جميع مشاهدين النسوة الأخبارية أهلا بك سألهم بك في البداية طبعا التجربة البحرينية من خلال أجل اللجنة التنفيذية في زيارتها إلى البرازيل كيف كانت وماذا عملت اللجنة التنفيذية ناس ما تعرف أخوي توفيق البداية البطولة عزيزة علينا تحت رعاية جلات الملك ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأنبية ورئيس هيئة عمل الرياضة فكنا من أهداف اللجنة التنفيذية أن نروح نشوف البطولة المتشابهة لنا اللي بذن الله بنستضيفها سنة الياية خصوصا من الأعمار اللي شاركت هالسنة في البرازيل هي نفسها اللي بتشارك بذن الله سنة الياية في البحرين فمن أهداف اللجنة التنفيذية أن زيارة البرازيل ليس فقط للتعايش والعمل مع اللجنة التنفيذية البرازيل بل حتى لترويج البطولة لمملكتنا الغالية عشان نوصل حق الخمسة ألاف ونكسر رقم الخمسة ألاف مشارك وحتى نزيد عدد المنتخبات اللي بتشارك بذن الله في بطولتنا سنة الياية في عام 2024 إن شاء الله طبعا بالنسبة إلى هذه البطولة من خلال هذه المتابعة التي قامت بها اللجنة التنفيذية هناك العديد من اللقاءات والعديد من المحاورات بالنسبة إلى اللجنة التنفيذية والكثير من الأعضاء سواء في الاتحاد الدولي أو حتى في الاتحاد البرازيلي الآن مع قرب انطلاق بطولة البحرين ما هي الانعكاسات التي من الممكن أن تكون مشتركة ما بين البرازيل والبحرين والله ناس ما تعرفون يمكن اللجنة التنفيذية لدارة العمل سيصار لنا حين أكثر من سنة ونص شقالين وباقي بعد سنة يعني اللجنة قاعد تشتغل سنتين قبل البطولة صحي والعمل اللي حطيناه مسودة العمل وخطة التنفيذ كلها لما رحنا هناك البرازيل ومع الفرق المشاركة قدرنا نشوف أننا نحن نفس المطاف معهم بس أننا حتى طايفينهم في وائد أشياء ثانية فالبرازيل مستضيفة 18 لعبة نحن عندنا 25 لعبة شلون كنا لما نروح نشوف أمور المواصلات نجاح أي بطولة في العالم تنعكس على ثلاثة أشياء المواصلات السكن والحفل الافتتاح سير العمل احنا عارفين الاتحادات اللي عندنا الحمد لله ما شاء الله قادرين أن يستضيفون أي بطولة عالمية في البحرين وإحنا متأكدين أن بالخبر اللي عندنا بالكوادر البحريني والعناصر قادرين أن احنا نستضيف بذن الله البطولة العالمية وفي نفس الوقت كنا نطمح أن نشوف نشوف الأهم بعد من ذلك نشلون نروج البحرين من ناحية السياحة والتعليم وكان عندنا دعم جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الحكومية عندنا قادرنا نوصل للرسالة والحمد لله أكثر من دورة في البرازيل منهم من الاجتماعات اللي حضرناهم عندنا دولة الصين يعني مثلا مملكة العربية السعودية البرازيل وافقها وأكدها ومشاركة بمئات اللاعبين لمملكة البطولاتنا إن شاء الله لك طبعا سيدة إسحاق رئيسة الجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية البحرين عشرين ربعة وعشرين على التواجد مشكور طبعا الخبر التالي وهي الأريضان بالنسبة إلى منتخبنا الوطني لكرة القدم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم خسر مواجهته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأسيوية القادمة وذلك أمام نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب زيد قنبر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للقاء والذي أقيم مساء أمس على أستاذ الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراض خسارة صعبة من مهمة المنتخب البحريني في مشواره التصفوي خلال البطولة الأسيوية الحالية